بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأهلا ومرحبا بكم في هذا المحور السادس الذي بعنوان Pure Bending نبدأ بعرض الأهداف العامة لهذا المحور General of Objectives of this chapter Up in completion of this chapter It is expected that the students will be able to First, calculate bending stress Second, find centroid position Finally, calculate radius of curvature نبدأ بهذا الجزء الأول من المحاضرة الأولى في هذا المحور سنتعرض في هذا الفيديو إلى شرح قانون البندنج stress لما يكون معانا solid معرض إلى البندنج أو إلى الثاني بهذه الطريقة فيكون هذه الجهة عليها compression مضغوطة وهذه الجهة من تحت تكون عليها tension يعني مشدودة المقاطع تكون بهذا الشكل هذه الجهة تكون عليها ضغط المادة هنا تكون مضغوطة والمادة هنا تكون مشدودة لكن أيضا نفترض أن المقاطع كلها تفضل عمودية على المحور شفنا في المحور الأول أنه البندنج ينتج عن العزم المماس للمقطع هنا بنشوف العزم المماس على المقطع هذا العزم MFR عمودي على المقطع وبالتالي ينتج عنه حركة دوران يعني دوران المقطع حول هذا المحور المماس على المقطع اللي هو في اتجاه الزد أو غيره من المقاطع اللي هي مماس للمقطع عفوا المحور المماس للمقطع ينتج من هذه الجهة ضغط ومن جهة تحت شد ويكون قانون الإجهاد كالآتي البندنج سترس يساوي طبعا هو normal stress بما أنه إما يكون شد أو ضغط فيكون plus or minus حسب أنها مشدودة أو مضغوطة M اللي هو عزم الثاني ضرب Y اللي هي المسافة اللي تفصلنا عن المحور تقسيم I M هو البندنج مومنت Y هي distance from the neutral axis to the point of interest I هو المومنت of inertia والسيجما بي هي البندنج stress طبعا حسب هذا القانون فأعلى قيمة للسيجما الماكسيموم سيجما تكون في أعلى قيمة للY وبالتالي تكون على السطح الخارجي للقطع يعني هنا معنا سيجما بي ماكسيموم هنا أيضا معنا سيجما بي ماكسيموم لكن هنا بيكون حقة التنشن وهنا حقة الكمبريشن ترجمة نانسي قنقر